قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الصيام هذه العبادة العظيمة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بنفسه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هذه العبادة المباركة لها أحكام وآداب ينبغي لنا أن نتعلمها أولا صيام رمضان فرض وركن من أركان الإسلام على كل مسلم بالغ عاقي ولا يجوز لأحد أن يفطر في نهار رمضان من غير عذر ولا رخصة ومن فعل ذلك فقد ارتكب إثما عظيما وخطيئة كبيرة عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها ويقضي ما فاته من الأيام بل قد ورد في الحديث أن من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لا يعدله أجر صيام الدهر كله ولو صامه لا ينبغي لنا فقط أن نصوم ككبار بل يجب علينا أيضا أن نعود أبناءنا ونشجعهم وندربهم على الصيام تروي لنا الربيع بنت معوذ هذا الحديث تقول كنا نصوم صبياننا الصغار منهم ونأخذهم معنا إلى المسجد فإذا بكى أحدهم من الجوع أعطيناه اللعبة من العهن أي الصوف حتى يتسلى بها إلى أن يكون موعد الإفطار هذا الصيام تدريب على التحمل والصبر لأبنائنا فينبغي أن نبدأ بتعليمهم إياه وتشجيعهم وتدريبهم عليه تدريجيا منذ سن السابعة فما بعدها حتى إذا بلغوا سن العاشرة أو قريبا منها أصبحوا قادرين على صيام جميع الشهر إن شاء الله يتساءل الكثيرون عن النية النية في الصيام محلها القلب ولا داعي للتلفظ بها باللسان ولا داعي للتكلفات التي يفعلها البعض من أجل النية نحن جميعا ننوي صيام شهر رمضان ولكن إذا أردت أيضا أن يرتاح قلبك يمكنك أن تقدم نية الصيام من أول شهر رمضان لجميع الشهر كما ذهب إليه الإمام مالك رضي الله عنه أما بالنسبة لمن يصيبه مرض عارض أو يسافر في أثناء رمضان فإذا كان هذا المرض يتطلب تناول الدواء أثناء النهار أو يزيده الصيام سوءا أو يسبب له ألما غير معتاد أو نحو ذلك وأمره الطبيب بالإفطار فإنه يجب عليه أن يفطر امتتالا لأمر الطبيب وحفاظا على صحته وحياته فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة كذلك الذي يسافر مسافة تزيد على ثلاثة وثمين كيلومتر أو اثنين وخمسين ميل فإنه يجوز له أن يفطر لكن يفضل له أن يصوم إن كان الصيام لا يشق عليه في هاتين الحالتين يجب على من أفطر أن يقضي ما أفطره في رمضان بعد انتهاء شهر رمضان وعليه أن يقضيه قبل أن يدخل شهر رمضان التالي ولا يجوز له تأخره من غير عذر كذلك بالنسبة للنساء إذا كانت إحداهن حاملا أو مرضعا وكان الصيام يضر بصحتها أو صحة جنينها أو رضيعها فإنه يجوز لها أن تفطر وعليها القضاء بعد انتهاء شهر رمضان إلا إذا تراكمت عليها أيام كثيرة من قضاء الصيام فيمكن عند ذلك أن تنتقل إلى الإطعام كذلك المرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية في أثناء رمضان فإنها تفطر هذه الأيام وتقضيها قبل أن يدخل شهر رمضان التالي يجب على الصائم أن يمتنع عن جميع المفطرات وهي بشكل أساسي الأكل والشرب وحصول العلاقة الجنسية وما يدخل في حكمها كالتدخين ومن تعاطى شيئا من هذه المفطرات في نهار رمضان عامدا متعمدا فإنه قد ارتكب إثما عظيما عليه التوبة منه وأن يمسك بقية اليوم وأن يقضي هذا اليوم إلا إذا كان الإفطار بطريق الجماع فعند ذلك عليه الكفارة وهي عدق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكين لكن إذا أكل الصائم أو شرب ناسيا أو بطريق الخطأ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه كما ورد في الحديث الشريف فمن أخطأ في تقدير الوقت فأكل قبل أذان المغرب وهو يظن أن المغرب قد أذل أو تسحر بعد طلوع الفجر وهو يظن أن الفجر لم يطلع بعد فلا شيء عليه إن شاء الله ويتم صومه وصيامه صحيح وليس عليه قضاء كذلك إذا أراد الإنسان أن يتمضمض أو يستنشق أثناء البضوء فدخل الماء بطريق الخطأ إلى حلقه فلا شيء عليه وليتم صومه فهو صيامه صحيح وليس عليه قضاء إن شاء الله هناك أشياء لا تؤثر على صحة الصيام وإن كان البعض يظن أنها قد تضر صيامه ولكنها ليست كذلك من هذه الأشياء بخاخ الربو الذي يحتاجه مرضى الربو وبعض أصحاب الأمراض الصدرية نسأل الله الشفاء للجميع هذا البخاخ واستعماله لا يؤثر على صحة الصيام كذلك جهاز بخار الأكسجين المعروف بالتبخيرة لا يؤثر في صحة الصيام وأي دواء يتناوله الإنسان من غير طريق الأنف أو الفم ولا يبتلعه عن طريق الحلق فإنه لا يؤثر على صيامه إن شاء الله يدخل في هذا قطرات العين وقطرات الأذن ومراهمها أما قطرة الأنف فهذه حالة خاصة فإذا وصلت المادة الطبية من قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إلى الحلق وابتلعها الإنسان فعند ذلك يبطل صيامه ولذلك ينبغي الاحتياط عند أخذ الدواء عن طريق الأنف كذلك جميع أنواع الحقن والتطعيمات وسحب الدم والتبرع به وغسيل الكلا ونحو ذلك كل هذا لا يؤثر على صحة الصيام كما يجوز للصائم استعمال المراهم والكريمات والعطور ومرطب الشفاه واللسقات الطبية ونحوها ويجوز له أيضا استعمال السواك وتنظيف الأسنان وزيارة الطبيب الأسنان ولكن عليه أن يحرص على عدم ابتلاع شيء من هذه المادة أثناء ذلك أخيرا يجوز للمرأة الصائمة أن تتذوق الطعام إذا احتاجت إلى ذلك دون أن تبتلعه ولا يؤثر هذا على صيامها نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل صيامنا مقبولا وأجرنا مكتوبا عنده إن شاء الله